اشتركوا في القناة ان كان بالمدرسة ان كان بالمجتمع مدموجة مع بعضها شو بتعطي عند الانسان تعطي ممكن اشياء سربية وممكن تعطي اشياء ايجابية طبعا كيف نقدر نحن نطور اليوم بدي احكي عن شخصين كتير مهمين دكتور دانيل امن ودكتور جون شتروغر هؤلاء اتنين عملوا هالدراسات على تناؤل الصدمات رح نحكي عن الاول كيف دكتور دانيل كيف البيئة بتأثر علينا وعلى أطفالنا وعلى الشخصيتنا وعلى نمونا النفسي بيقول انه حتى ليش بيسأل سؤال ليه حتى ولاد بتربيهم بزيت البيت مع زيت الام والبي بزيت الثقافة والفاليوز بغض النظر عن الجينز عن الجينات ليه بيطلعوا مختلفين ومختلفين كتير هوني بيقول ينتبه الاهل على اربع نقطة اول نقطة التمييز نحن منميز حتى لو توم وقفين عم يبكوا في واحد ما نحمله قبل التاني سو التاني عم بيشوف لو التفضيل ايام بيكون عنده ابنك سيمات منك انت بتحبيه يمكن ما انا كتير منيحة ولكن بتحبيه وشفتيها كنتينيوتي واستمرارية لقلك فيه سو بتصير تميزي وتفضلي هيدا الولد بدون ما تحسي ولكن الولاد التانيين عم بيترجموا هل الاخوة هالكلام حب لقلو كره لقلنا التالتة المهمة هي المقارنة ما شفت اختك قدي بتدرس ما شفت انت ما بتحط عينك بالكتاب شفت ليه بتجيب علامات قوطة شفت جارنا شفت شفت سو هولي ثلاثة الرابعة والمهمة كتير وقت يتناقض سيستم التربوي أو التعليمي أو ما بس تعليم التربوي بالبيت بين المرأة والراجل هون مفوض بالحيد ما تكسريلي كلمتي كسرتيلي كلمتي ونحكيهم قدام الولاد عرفتوا بيصيروا هون هن ياخدوا هالأمور فبيقول بدكون سلف طف نس تعملوا للولاد تركوهم يحلوا مشاكلهم بيديهم رح نحكي بالحلول عن شو بيقول مش معقول قصة الكونفلكت ريزولوشن وانا في شغلة بتعرفي بتخديها من كبارنا من كبار بالعمر يعني ستكن دايما تخبر قصة انه نحنا اوقات يمكن الجيران أو الخيات أو الأخوة بيتخانقوا مع بعض من وراء الولاد لأنه تخانقوا الولاد مع بعض تعرفي شو مرة خبرتنا انه الولاد انتروا عشر دقايق بتشوفوا الولاد اتفقوا وانتوا تخانقتوا الأهل بيظلوا زعلانين مش معقول لأنه الولاد ما بيحملوا يعني ما بيحملوا كره يعني فهن بيرجعوا بيكملوا ما بينتظوا على هالشي معناتها المشكل أو هالتنفر أو أوقات بينهوهو شي طبيعي ما فينا نعيش بتقول استر بيريل ما فينا نعيش بيدو فايت بس هاو تو فايت المهم هاو تو فايت الكتاب التاني هو لجون شتروقر بيقول فيه مسميه كتير مهم بيحكي عن تناقل الصدمات ومين أكتر من اللبنانية نحنا نحكي عن هالموضوع انت بنت حرب وأنا بنت حرب وخلقنا وجبنا أولاد بالحرب وهلأ مصدرينهم مهاجرينهم ناس يعني هيدا معنا مكملين لشأل ما تورفتها معنا مكملين لحرب هيها ماشي فنحنا هل بيقول إذا جدة أو أم مرأوا به صدمات نفسية نكسات اقتصادية أي نوع من الانجزايتي والسترس والصدمات يكفيك الانفجارات المرأنا فيها الاغتيالات المرأنا فيها هيدا بتعمل أربع أنواع من الهورمونات يلي بتضرب الأميجدلا الأميجدلا هي هاللوز الدماغية من إلا وين بتتخبى فيها المشاعر السلبية من الخوف والتهديد والتخلي وقت الأباندون وقت الخوف ووقت كمان التهديد جاي حرب بده يصير شي الأميجدلا بتتوسع وبتضخم سو بتضخم عندها السيدة أو عندها الأم اللي هي حامل وبيخرقوا هالهورمونات تخرق تصوري لبلسنتا وبتفوت على الطفل وبتغير له بتغير له رانيا ساعتها بالأميجدلا طبعيته بتضخم له هو بعد ما شايف شي من الدنيا بعده ببطن أمه صار عنده الأنكزايتي الأنكزايتي وسترس عملو له وياها قرردي كبيرة وبيقول جون شترقر والمهم فيها إنه هايدي بيئية بحث وليسها جينية بسميها انتر جينيريشنل سترس ويفس طبعا كتير مهمين التناقل عبر الأشيال وبيقول هوني بس الأهم إنه هايدي بتشفى وبتتصلح كيف إذا أنا يلي بدي أحمل بالولد شفيته عندي قبل ما أحمل بالولد وإذا صارت وقد صارت هالولد جاي كيف نشفيه عنده اليوم عنا سايكو ثيرابي عنا سي بيتي عنا كذا طريقة اليم دي آر عنا مليون طريقة للصدمات نخلص منهم مشين ما نورتهم بس إذا كانت موجودة بي ضمن الحمل يعني اليوم عوقات كمانا سيدي حمل مانا بمنأة عن مشاكل عم بتصير كمانا بترجع بتشفى بعضين صحيح من بعد الولادة ترجع على المكدلة بتصغر بس نحنا بنعملهم ساعتها هالثيرابيز على الولد أو معنا نحنا بدنا نعمل على الولد وبدنا نعمل على الام يعني ميم ما بده يشفى لأن هالام يمكن بده تجيب ولد تاني كمانا بعدين هي مش ضرورة تعيش بهالأنكزايت كل الوقت اللي راح تأثر على كانسرز على جسمها على نحنا بنعرف الروح والجسم متصلين هالمشاكل ممكن تصير أكيد عند كل الناس ممكن تصير والاختلافات إذا بننزح شوي للتراومة اللي هي عند علاجات خاصة وبننحكي عن الأمور العادية اللي بتصير مثل ما ذكرت اختلافات أوقات مش من الأهل يعني تما نكون دايما عم نحط الضوء على الأهل بالمدرسة أوقات بيصير في مشاكل أوقات بيصير في تفرئة أوقات ولد ما بينجح وتنمر غيره غيره وبالمجتمع يعني كمان بحياتنا الاجتماعية أدي الولد أو الكبير أو المراهق بيتعرض لأمور صعبة يعني مش دايما للحياة لا فيه صحيح صحيح أدي بدنا نقوي فيها الـ self-construction هون برجع لدكتور دانيل شو بيقول بيقول بدكن ولاد أصحاء لا تدربوا لا تنصحوا ولا توجهوا كونوا القضوة الصحيحة ولكن كيف بدنا منكم كل يوم يا أهل من عشرين لأكتر شوية دقيقة تقعدوا مع الولد بـ يعني مش أنا بحكي عن التليفون بضلني مواكبته شو عم يعمل هونيك لا لا بدوا يجيكي حدوا والأهم تشغلوا بشي بيحبوا والأهم تركزوا في عقيديهم قف لأنه انت بتشوفي الستات الكبار التاتايات الأمات وقت بينرزوا بفوتوا بيطبخوا أنا كمان وبيعجنوا وبيعملوا بيتزا وبيعملوا ما بعرف شو لأنه هاندز سنعطيه الوسم الوسم سننشغلهم بهالطريقة ليه منقول جورنل أنا دايما مبسز بوناتي جورنل بالكاتبي مدام ما بدا شي منكتبهم على البيسي لا لأنه هي اللي بيخليها تفرغ من خلالها نفرغ منفرغ اللي بدنا نفرغه من تعصيب تم يفوت لجوه دايماً منعطيهم للولاد دايماً منقول لولاد لازم يعملوا بسيكوموتريسيتي ولازم يشتغلوا اشياء حرفية انه عم ننسى انه نحنا كمان عايزين هيدا الشي ما الانسان انسان اذا كان صغير اذا كان اكبر اذا كان اكبر الدماغ بيتصرف في نفس الطريقة عنده صغير وعنده كبير فمننسى حالنا حقيقة طبعاً ذات صغير بيقول انغمسة معه هوني سؤالك اجاب عاي كفة ثيوري انغمسة معه بالاعمال اليدوية بس خليه هو اكيد ينهيه وشو ما جابه مشكل يحل وحده ما تبعتي له الحل انت هيدا بنسميها self construction and self toughness هاي بتطلع منه ولد قادر يحل مشاكله بلا امه بلا بيه لان منشوف ناس كتير اسكية ولكن كتير بيحكي عن دراسي بيهارفرد بيقول هلأ المنحة جديد ما بدون عباقرة بالدرسه اكاديميا بدون عباقرة بالذكاء بالذكاء الاجتماعي والعاطفي ليه لانه بيقولوا ليه بالعشرين بالمية الاكاديمي بيستاعدك مش الMTV اكاديمي الMTV بتساعدك كتير اكتر لكن اذا بدك التفوق الاكاديمي بيساعدك تلاقي جوب لحد عشرين بالمية ولكن اللي بيخليك تحافظي على هالجوب يعني عم تطلع ستودنت هارفرد انت بيهال إذا بدك بيمكنك من هالوظائف الدبلوماسية ومن هالأشياء هي العلاقات وهالعلاقات بده ناس ريزلينت مثل وقت تحكي مع امين ريزلينت صبورة عندها مثابرة قادرة تكفي بعالم كتير صعب هلأ على كل حال تاتيانا يعني اليوم بالانترفيوز طبع الشغل الاسئلة اللي بتنترع غريبة عجيبة كيف بتعمل كونفلكت ريزولوشن قادرة الكممينيكيشن قادرتك على التكلم يعني كله اللي اليوم كتير عم نحكي عن MTV أكادمي يمكن عم نزيدها بس لأنه هدول والكريتكال تينكينج الحس النقدة والتفكير اللي بحلل وسريع وبيقدر يلاقي حلول وبيقدر يفك مشاكل بدل ما يعمل مشاكل وينهار هيدول الأسئلة اللي بتنسأل أكتر من الأسئلة مضمونة للشهادة وهي دي بالشرك العالمية هاي اللي قلتلك أنا قردي حكيت ناس عندي من 16 و 17 سنة وجهتهم على الأكاديمي هلأ بالصيف لثلاث جمعة اللي عملتيون لأنه بدي زيد عندهم هالسلف كونفيدنس هالبوبليك سبيكينج لأنه الجلسات اللي بنعملها رائعة ولكن تطبيقة وقت بيقعدوا مع مجموعة بتبين براكتكلي شو عم نعمل وقد عم نفلح بها الموضوع فاللي عم تحكيه شو ما حكينا هو كله فرد بيئة بعدنا بالبيئة والثقافة هالبيئة والثقافة اللي عم ننمي هالولاد عليها طي يطلعوا ما يتعذبوا مثلنا ربيوا بشي وتغير الشي عليهم يطلعوا بمحل مبين عليهم من الأول واضح عم نحكي اليوم عن الولاد والمراهقين تاتيانا بس قدي هذه القصص بتمشي كمان علينا نحن بنقدر بعد نغير هل الاشياء اللي تورطناها من أهلنا من الحروب من الاشياء اللي صارت بحياتنا ممكن نحنا اليوم أنا وانت وكلنا نغيرها وكيف أنا بدي أسألك انت عم تقدر تكفي شغلك وتنميه وتكبريه وتربي ولادك بكل هالظروف الصعبة ولا لا عم بقدر بس صعب مفشي هيا مفشي هيا أنا فتشفتك كم 25 26 ورقة حيم اللي بيدي فأنا زيت الشي غيرنا زيت الشي هيدا شو هيدا هيدا ومقاومة ضد الكبت ضد الحرب ضد الموت ضد انه كمان بهيك نحنا منقاوم تنعيش يعني منقاوم احتلالاتنا وقصصنا بالسلاح ونقاوم بالثقافة وبالعلم وبانه النمي ولاد كمانا تطلع تواكب العصر ما نكون نحنا بس تخلص الحرب يطلع ولادنا صاروا برات الزمن بالكوتشن تقولوا it's never too late لو شو مكان العمر هالتقنيات بتمشي هالتقنيات كيفنا نطبق على الأرض نحنا بعضنا دقيقة يمكن بس بعد منقدر نرجع نغير السيستم مع ولادنا كتير مهم أول شي هاي نبلشها معنا يمكن حكينا كتير على الأولاد ومع الأولاد فينا حط على ورقة وقلم كتير بحب الوراق والإقلام ونكتب نكتب أنا مين حاب يكون مين بدي يكون هلأ وعيت أنا صرت بمحل في وعي مين بدي يكون مش اللي بديها أمي وبيي وجدة لا مين هلأ أنا بدي يكون عصاعد العمل عصاعد الكارير عصاعد الريليشنشيب عصاعد المني عصاعد اكتبون وهوني بيقول دانيل كمان ارجعوا شوفوا شو الأكشن بلان تأقدر أصل ووحدة كمان تقدر تعمليه بس ما عولاتنا تاتيا هوني بديك تراقبهم كل يوم قدي البيهيفير تبعهم ماشي مع هالكتبنين ويوميا راقبهم قدي عم يقربوا عليه إن كانوا الكبار نحنا أنا وياكي وإن كان الصغار تنكون مشينا بالمحل اللي بدنا نحنا بدنا نوصلوا رح نوصلوا أكيد منكمل أنا وياكي دايما بي هالمواضيع عم كتير مواضيع نحكي عنا وكننا عم نحكي إنه بنعمل شي عن الموسيقى بعضين كل الأنواع والأصناف من العلاجات اللي ممكن تساعد الإنسان أو التقنيات رح أقول أحسن ما أقول دايما علاجات تاتيا أنا فادل كنت مدربة على تطوير الزيت والتغيير معناتها التغيير ممكن دايما ممكن ما في شي مشتحيل شكرا لقاليك مرسي كتير لقاليك شكرا لقاليك لا مشاической المترجمات شكرا لقاليك